بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا أصبحت تركيا هدفا للموساد للإجابة عن هذا السؤال نتابع ما كتبه الصحفي والمحلل السياسي التركي نديم شنر للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية كتب الصحفي والمحلل السياسي التركي نديم شنر مقالا يصلط الضوء على أبرز ملامح المعركة التي تدور بين وحدات الاستخبارات التركية والإسرائيلية ويرى شنر في مقالة بموقع الجزيرة نت أن تركيا تواجه للمرة الثانية هجوما سريا من إسرائيل والموضوع مرة أخرى هو الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة ففي ديسمبر كانون الأول من عام 2008 قتل الجيش الإسرائيلي آلاف الأشخاص في غزة خلال عملية أطلق عليها اسم الرصاص المصبوب وفي ذلك الوقت كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان قد وبخ رئيس إسرائيل شيمون بيريز أمام أعين الناس في التاسع والعشرين من يناير كانون الثاني 2009 في دافوز قائلا أنتم تعرفون كيف تقتلون الناس جيدا وبحسب الكاتب لم تكن تركيا تنوي طرق سكان غزة وحدهم ففي عام 2010 أرسلت سفن إغاثة نحو غزة لكن الجنود الإسرائيليين هاجموا سفينة مافي مرمرة في 31 مايو أيار 2010 مما أصفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 60 آخرين بعد ذلك بدأت الهجمات الخفية الإسرائيلية في تركيا فرغم صدور مذكرات توقيف بحقه في تركيا قام زعيم منظمة فتح الله جولان الإرهابية الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه اتهامات لتركيا في الرابع من يونيو حزيران 2010 في مقال بصحيفة وولي ستريت جورنال الأمريكية بسبب سفينة مافي مرمرة قائلا التحرك دون موافقة إسرائيل هو تمرد على السلطة وهكذا أظهر الموساد الإسرائيلي بجانب الولايات المتحدة استخدامها منظمة الإرهاب فيتو في تركيا في السابع من يونيو حزيران 2010 كتبت صحيفة هارتس الإسرائيلية بوضوح أن الموساد كان يشعر بالانزعاج من تعينها كنفدان رئيسا للاستخبارات الوطنية التركية وفي واحد أغسطس آب 2010 أصبح الهجوم واضحا فأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عدم ثقتهم بسبب احتمال تسريبها كنفدان معلومات إلى إيران بعد هذا التاريخ يضيف شنر أصبح رئيس الوزراء التركي أردوغان وحكومته هدفا لجولن زعيم فيتو الذي يعيش في الولايات المتحدة والمتسللين إلى الدولة في الاستخبارات والشرطة والقضاء والمدعين العامين في السابع من فبراير شبط 2012 كانت هناك محاولة لاعتقال رئيس الاستخبارات هاكان فيدان تلتها عمليات في 25.17 ديسمبر كانون الأول 2013 وتوقيف شاحنات الاستخبارات التركية في يناير كانون الثاني 2014 وكذلك محاولات منظمة جولن التي تلقت دعما من إسرائيل والولايات المتحدة لإسقاط حكومة أردوغان من خلال عمليات قضائية بعد فشل هذه العمليات قامت فيتو التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة انقلاب عسكري في الخامس عشر من يوليو تموز 2016 لكنها فشلت أيضا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تواجه تركيا مرة أخرى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة فتركيا التي ردت بشدة على الإبادة الجماعية في غزة منذ البداية تواجه تهديدات وهجمات مفتوحة وخفية من إسرائيل لكن هذه المرة لم تستهدف إسرائيل تركيا فقط بل شملت أيضا قطر ولبنان في الواحد من ديسمبر كانون الأول 2023 كتبت صحيفة وولي ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل تخطط لقتل قادة حماس في أنحاء مختلفة من العالم بعد الحرب وذكرت الصحيفة أن وكالات الاستخبارات بدأت في التخطيط لقتل قادة حماس الذين يعيشون في تركيا ولبنان وقطر وأشار المسؤولون إلى أن الأمر جاء مباشرة من رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وأعلن نتنياهو في الثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني في تل أبيب أنه أمر الموساد بالتحرك ضد قادة حماس حيثما تم تحديدهم وكتبت صحيفة جوزوريليم بوست الإسرائيلية أن تصريحات نتنياهو تلمح إلى أن قادة حماس يمكن أن يستهدف خارج غزة حتى في قطر ولم يمضي وقت طويل حتى نشر التلفزيون الإسرائيلي تسجيلات صوتية لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي قال في التسجيل سنقتل قادة حماس أينما كانوا سواء في غزة أو قطر أو تركيا أو لبنان حتى لو استغرق الأمر سنوات فالحكومة أعطتنا مهمة القضاء على حماس نحن مصممون على تحقيق ذلك هذه هي ميونخنا فعلا في الثالث من يناير كانون الثاني ألفين أربع وعشرين قتل الرقم الثاني في حماس الشيخ صالح العروري وثلاث آخرون في بيروت بطائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة وقد أبدت تركيا منذ البداية أشد الردود على مثل هذه العمليات من قبل إسرائيل وتابع المقال وتحدثت مصادر استخباراتية تركية إلى وكالة الأناضول قائلة إنه تم إعطاء التحذيرات اللازمة للأطراف المعنية استنادا إلى التقارير في الصحافة الدولية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن إسرائيل ستستهدف أعضاء حماس الذين يعيشون خارج فلسطين بما في ذلك تركيا وأن أي تصرف عكس ذلك سيكون له عواقب وخيمة وأكد المسؤولون أن وكالات الاستخبارات المختلفة حاولت سابقا تنفيذ عمليات غير قانونية على الأراضي التركية مشددين على أنه لن يسمح بأي من عمليات هذه الوكالات وجاءت أقوى وأوضح ردود فعل تركيا من الرئيس أردغان الذي حذر إسرائيل قائلا إذا ارتكبوا مثل هذا الخطأ فسوف يدفعون ثمنا باهظا وواصلت تركيا عمليات ضد أملاء الموساد التي بدأت في عهد هاكان فيدان الرئيس السابق للاستخبارات الوطنية التركية والآن وزير الخارجية بسرعة تحت قيادة إبراهيم كالين ففي يناير كانون الثاني ردت رئاسة الاستخبارات الوطنية التركية بعملية كوستيك على تهديدات رئيس وزراء إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وكانت هذه العملية هي العملية الرابعة الكبيرة ضد الموساد الإسرائيلي التي نفذتها الاستخبارات الوطنية التركية منذ عام 2021 ففي أكتوبر 2021 تم تنفيذ عملية موتيني التي شملت 29 شخصا وفي ديسمبر كانون الأول 2022 تم اعتقال 68 عميلا في عملية أخرى وفي أبرى النسان 2023 تم استهداف 17 عميلا في عملية نكبيت وأخيرا تم استهداف 46 شخصا وكانت العملية الأخيرة ردا ذا مغزى على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يهدد تركيا والموساد الذي هدد كذلك بتنفيذ اغتيالات في تركيا فبالتعاون مع مدرية الأمن العام نفذت الاستخبارات الوطنية التركية العملية ضد 46 شخصا وأطلقت عليها اسم نيكرو بليس وهو مصطلح يعني مدينة الموتى والذي كان يستخدم في العصور القديمة للإشارة إلى المقابر أما اسم كوستبيك التي أعطته الشرطة فكان يستخدم لوصف العملاء وهكذا بدأت عملية كوستبيك ضد 46 عميلا للموساد ونفذت الاستخبارات الوطنية التركية عمليات ضد أجانب تم تجنيدهم كعملاء من قبل الموساد في عام 2021 وضد المحققين الخاصين والعناصر التكتيكية في عام 2022 وقامت بتطبيق إجراءات ضد 97 شخصا 58 منهم أجانب و39 منهم مواطنون أتراك في المرحلة الأولى تم اعتقال 51 منهم بالإضافة إلى ذلك تم تفكيك شبكة تتألف من سلجوق كوجاكايا و16 شخصا آخرين كانوا يلتقون بانتظام مع عملاء الإسرائيليين في الخارج وينفذون المهام التي تم تكليفهم بها من قبل الاستخبارات الإسرائيلية وذلك في أبريل نيسان 2023 وأخيرا تم إحباط محاولة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لاختطاف المهندس الفلسطيني عمر البلبيسي في ماليزيا في يناير كانون الثاني 2024 كشفت عملية جديدة بالتنسيق بين الاستخبارات الوطنية التركية وإدارة الاستخبارات بالشرطة عن طرق عمل العملاء الميدانيين التابعين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي وكذلك أسريب عملهم ووفقا لذلك يستخدم الموساد الأشخاص الذين يتم تجنيدهم في تركيا سواء كانوا محليين أو أجانب كعملاء على أساس تكتيكي أي كعملاء يعملون لفترات قصيرة ويتم تجنيد عناصر الاستخدامها في العمليات ضد الفلسطينيين وعائلاتهم المقيمين في تركيا في هذا السياق يتم تشجيع الأشخاص المناسبين للتواصل معهم من خلال مشاركة إعلانات وظائف أو روابط غير محددة على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مجموعة الدردشات من قبل الاستخبارات الإسرائيلية ويتم تقديم مهام مختلفة للأشخاص الذين يستجيبون لهذه الإعلانات والروابط لتجهيزهم للمهمة النهائية بعد الاتصال الأول يواصل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي التواصل مع مصادره من خلال تطبيقات تليجرام وواتساب ويتواصل مع مصادره كتابيا فقط أما بالنسبة للمدفوعات لمصادره فيستخدم جهاز الاستخبارات وسطاء محليين ويحاول إخفاء أثر الأموال باستخدام العملات الرقمية ونظام التحويلات البنكية ويتم توفير الأشخاص الذين يستخدمهم المصادر كوسطاء محليين أيضا من خلال الإعلانات التي ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم إقناع الأشخاص بأن عمليات تحويل الأموال هذه تتعلق بالمراهنات والقمار غير القانوني وينفذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي عملياته من خلال هؤلاء العملاء على مراحل لتحقيق هدفه النهائي حيث يقوم بذلك من خلال استخدام هؤلاء العملاء بأعمال تشمل جمع المعلومات والبحث والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للأهداف والمتابعة وتركيب أجهزة نظام تحديد المواقع GPS على المركبات المستهدفة والاعتداء والإصابة والسرقة والحرق العمد والتهديد والابتزاز بالإضافة إلى إنشاء مواقع ويب وتصميم صحف إلكترونية ونشر أخبار كاذبة وغيرها من الأعمال التضليلية بالإضافة إلى ذلك يشارك الموساد في أنشطة إلكترونية تشمل جمع عنوين المعرف الإلكتروني IP للأهداف المحددة واختراق الكاميرات في المناطق المستهدفة أو التسلل إليها وإنشاء بيانات حول الأجانب المقيمين في تركيا من ناحية أخرى تم تحديد أن الموساد يلتقي بأشخاص يعتبرهم مؤهلين في الخارج لتجنب استهدافهم من قبل الاستخبارات التركية ولضمان أمان عملائه ويقوم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بإجراء الاتصال الأول مع هؤلاء الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الوظائف وباستخدام أقناعة تتناسب مع احتياجاتهم واهتماماتهم ويتم دفع القناع الذي يتم إنشاؤه لضمان عدم شعور الشخص المعني بالخيانة ولتحقيق الراحة النفسية بدفعات كبيرة وتتم استضافة العملاء في فنادق فاخرة خلال رحلاتهم إلى الخارج ويتم دعوتهم إلى مطاعم فخمة وإدراجهم في برامج جولات وزيارات خاصة كما يخضع العملاء الذين يتم تجنيدهم أيضا لاختبار كشف الكذب ويقوم جهاد الاستخبارات الإسرائيلي بدفع المبالغ نقدا للعملاء الذين يلتقي بهم في الخارج في حين كان المبلغ كبيرا بما يكفي ليسبب مشكلات في الجمارك يتم تسليمه في حقائب مصممة خصصت بها أقسام سرية حيث تم تصميم هذه الحقائب لمنع المشاكل أثناء التفتيش بأجهزة الأشعة السينية والبحث بواسطة الكلاب ويتم تدريب العملاء على التواصل السري خلال اللقاءات الخارجية بعد هذه المرحلة يتم تنفيذ مسائل العمل من خلال نظام التواصل السري ويتم تقديم التدريبات على المتابعة والمراقبة والتوثيق والتقرير وأمان العملية من خلال فريق خاص من إسرائيل ويتم أيضا تحضير الخطوات الرئيسية للأعمال المحتملة مثل تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود من إيران والعراق إلى تركيا وإيجاد قراصنة كمبيوتر وتوفير منازل آمنة وترتيب شركة إسعاف لاستخدامها في العمليات من قبل هؤلاء العملاء وتواصل المنظمة الوطنية للاستخبارات التركية معركتها بلا انقطاع ضد عمليات وكالات الاستخبارات الأخرى وامتداداتها وهذه التفاصيل مجرد البداية فعلا ففي الذكرى السنوية السابعة والتسعين لتأسيس المنظمة شرح رئيس المنظمة إبراهيم كالين ذلك قائلا السبب الرئيسي وراء ادعاءات الحليف غير الموثوق به الموجهة ضد تركيا هو أن تركيا كدولة ذات سيادة ومستقلة تتحرك بحزم لحماية حقوقها ومصالحها وأكد كالين أن الاكتفاء الذاتي والردع هم عنصران حيويان لحماية السيادة والاستقلال في عصر التهديدات المتعددة الأبعاد والهشاشة العالمية مشيرا إلى أنه بدون هذين العنصرين لا يمكن لدولة أن تتبع سياسة مستقلة وتضمن سيادتها وأضاف الردع يعني هذا عندما يرمي شخص ما حجرا عليك يجب أن يعلم أنه سيتلقى رصاصة في المقابل ويجب أن يفكر مرتين قبل أن يلتقط الحجر لن يتم ترك أي خيانة أو ضرر للدولة والأمة دون عقاب وتحدث أردغان أيضا عن عملية المنظمة ضد المساد في نفس الاجتماع قائلا العملية فاجأت إسرائيل انتظروا هذه مجرد البداية لم تتعرفوا على تركيا بعد لكنكم مجبرون على التعرف عليها مضيفا حقا أصدقاء تركيا يعرفون قوتها وأعداؤها سيتعلمون في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر